هو قبل الحديث عن مقابلة سعد الجبري علينا أن نعلم أو أن نعرف سعد الجبري من يكون هذا الرجل سعد الجبري يمتلك أو جمع بين الذكاء وبين التجربة الأمنية والتجربة السياسية فأصبح مثال لما يمكن أن نطلق عليه برجل دولة رجل دولة بمعنى أنه من الجيل الذي يحسن التصرف نحن هنا لا نزكي الرجل ولا نثني عليه بمقايي سالسعود نعم بمقايي سالسعود هو رجل دولة يحسن التصرف وأيضا مقارنة بما يحدث الآن في السياسة سعد الجبري بداية حاصل على ثلاث درجات بكالوريوس في ثلاث مجالات مختلفة بكالوريوس في اللغة العربية بكالوريوس في العلوم الأمنية وبكالوريوس في علوم الحاسب ثم حصل على الماجستير في علوم الحاسب الآلي في جامعة الملك فهد وآن ذاك كانت جامعة الملك فهد كانت تقريبا من أقوى الجامعات ليس فقط في السعودية وإنما في الشرق الأوسط لي كان اسمها جامعة الرياض؟ جامعة البترول المعادن جامعة البترول المعادن ثم حصل على الدكتوراه في الذكاء الاصطناعي في جامعة أدنبرا تقريبا منتصف التسعينات فالرجل يمتلك ذكاء شديد جدا رؤية عنده رؤية ولديه رؤية ولديه تجربة سياسية يعني هو أيضا كان حلقة الوصل بين الجهاز الأمن السعودي والجهاز الاستخباراتي بالذات وبين الأجهزة الاستخباراتية العالمية ليس فقط تحالف الخمسة أعين أو ما يعرف بالفايف آيز اللي هو يجمع بين كندا والولايات المتحدة وبريطانيا ونيوزلندا وأستراليا وإنما مع أجهزة استخبارات أخرى مثل الكي جي بي وجهاز الاستخبارات الباكستاني وجهاز الاستخبارات الفرنسي إلى آخره فالرجل جمع في تجربته الأمنية وتجربته السياسية بين ذكاء وأيضا بين تجربة وعمل داخل مؤسسات الزوالة ارتقى بشكل تدريجي وهذا جمع له صدقات ومعارف على مستوى العالم ومن الأشياء أيضا التي لا يعرفها إلا من يعني في السعودية من المعروف أن خيرة الضباط في القطاعات الأمنية هم من عملوا في بداية حياتهم في مكة أو الطائف والجبري عمل في الطائف بداية حياته الأمنية وهم هؤلاء دائما ما تلتقفهم الإدارات إيش ميزة المكة أو الطائف عن غيرها الإدارات الأمنية في مكة بالذات مكة شالحاج التفاعلهم مع الآخر تعاطيهم مع الآخرين خبرتهم في موضوع الحج والعمرة كل هذا جعل الضابط الأمن الذي يعمل في مع أنه هو ليس من الطائف نعم هو من حايل لكن عمل عمل في الطائف فترة طويلة دائما ما يتم تلقفهم وحتى لا أدل من ذلك إلى أن مدراء تقريبا كل القطاعات العسكرية في السعودية هم خروجوا مدرسة مكة أو الطائف أشاهد في الموضوع أنه سعد الجبري رجل بمقاييس النظام السعودي هو رجل دولة رجل يحسن التصرف ورجل ذكي ورجل كاد أن يكون في فترة من الفترات هو الرجل الأول في وزارة الداخلية كاد أن يكون أن يحل محل محمد بن نايف محمد بن نايف سلمه كل شيء تقريبا في وزارة الداخلية وكاد أن يكون الرجل الأول في وزارة الداخلية البعض عندما قور أساليب الداخلية في التعامل مع البعض عندما يسمعنا نتحدث ونقول هذا الكلام نحن هنا لسنا في سياق مدح الرجل أو الثناء عليه ولكن هذا من باب الإنصاف لا من باب المقياسة السعودية نعم ومن باب أيضا رسم الشخصية إن صح التعبير قبل أن نتحدث عن المقابلة وما جاء فيها وتبعات المقابلة هذا الرجل يعي تماما ما يقول ويدرك أيضا التوازنات السياسية وذكي للغاية دليل ذكاؤه أنه عندما لجأ وعندما خرج من السعودية لم يلجأ للولايات المتحدة عندما كان يرأسها ترامب وإنما لجأ لكندا مع أن علاقاته مع الأمريكان أقوى بكثير لكنه كان يعلم أن وجوده في الولايات المتحدة في فترة ترامب قد يضره وبناء على لجأ إلى كندا لأنه ما شاهد أيضا تخلي الولايات المتحدة عن رجلهم الأول في السعودية اللي هو محمد بن نايف اللي كان يتلقى مديح شديد من الولايات المتحدة حتى تلقى ميضالية من السياي اي في يناير وسبب هذا المديح هو سعد الجبري لأن سعد الجبري طور من أساليب مكافحة الإرهاب وأساليب مكافحة التنظيم بين قوسين القاعدة لأن في السعودية كان المعيار الأول خذوه فغله التعذيب والقمع أخذ الاعترافات تحت التعذيب ولكن جاء سعد الجبري برؤية مختلفة تماما أدخل علوم الحاسب إلى المؤسسة الأمنية القمعية بمعنى أنه بدأ في عملية تصنيف هذا إسلامي هذا من أحد شيوخ القبائل هذا يمكن التأثير عليه بالمال هذا يمكن التأثير عليه بالإعلام أو بالشهرة إلى آخره بمعنى آخر أن من تعتقلون أنتم يا وزارة الداخلية لا يجب على كل الأطياف أن يمارس عليهم نفس الشيء البعض يؤثر عليه بطريقة مختلفة عن البعض الآخر لا البعض قلبهم يعني البعض قلبهم قلبهم تماما حضيت عائض القرن مثلا لما تشوف الانقلاب اللي حدث عنده كمثال بسيط تجد الانقلاب رهيب يعني وإن كان عائض فيه ناس بيقولوا أنه من يومه هكذا وهو أصلا القلب من أول يعني لكن كانت الصورة التي تخرج عنه وما يقدمه يعاكس ما ظهر عليه فيما بعد هو قلب كثير بس من داخل السجون وهو أصلا عراب حركة الحوار ما كانت تعرف بالمناصحة المناصحة ما كانت تعرف بالمناصحة هو أصلا عرابها وايا حركة ذكية جدا لكن المناصحة لم تكن في السعودية فقط كانت في مصر أيضا أعتقد أخذهم السعودية أخذهم السعودية استلسخ والتجربة السعودية التي كان عرابها سعد الجبري لأنه شفنا فيما بعد في كتاب العمدة في هذا المنظر الشهير للجماعة الجهاد والانقلاب الذي حدث في صدور ذلك الكتاب بس على فكرة هو سعد الجبري ما كان يمكن أن يحقق شيئا من ذلك لو لأنه كان موضع ثقة السعود يعني هذا الشخص كانوا يثقون به يعني محمد بن نايف بسلمه هذه الصلاحيات الكبرى في وزارة الداخلية لكن أيضا معناته هو رجل أهل الثقة لكن أيضا النظام كان يملك شيئا من العقلانية بحيث أنه يوظف الكفاءات سعد الجبري كان بمقاييسهم كفاءة عالية جدا ورجل دولة بامتياز يعني هو كان موالي وخدمهم كثير وخدمهم بذكاء فأعطوه هذه الصلاحيات هو الآن موقفه لما طلعه وأصبح معارضا هل بأسباب انتقام لشخصه لأنه تضرر أم لأنه فعلا شاعر بأن الأمور تتذهور في البلد أنا شخصيا أتحفظ على كلمة معارض هو معارض على النظام الحالي معتاري هو معارض للنظام أي واحد يتكلم ضد النظام لا هو موالي للنظام التقليدي نظام آل سعود التقليدي راح دا وهو مستفيد منه أصلا هو كان مستفيد منه سبب هذه الحركة التي قام بها الجبري منذ اللجأ إلى كندا وحتى الآن مرورا بعدة مقابلات صحفية وحتى اللقاء الأخير سببه شخصي بحت شخصي ابنه بنته نعم وسهر لو النظام تعامل بشيء يعني من الدبلوماسية مع الرجل وأطلق صراح أبنائي لما رأيته في لا وأيضا محاولة الاغتياء اللي جاءت مباشرة بعدها في الجمال خشق هو مجرد خروجه من البلد كان هروب يعني هنا هو قوي في الداخلية وأتاه من مصادرهم ما اعتبره أن محمد بن سلمانس إذا لم تهرب سيحتقلك ومن استخدام علاقات استطاع تأمين عملية الخروج لأنه عنده علاقات في مطارات خرج خرج بطيارة خاصة طيارة همنوكها محمد بن نايف ذهب إلى الألمانيا أولا ثم ما كان عنده أي خطة لأي شيء أهم شيء ينجو بنفسه تحت مبرر العلاج مبرر العلاج نعم ينجو بنفسه واخذ من يستطيع أخذه من عائلته حينما يعني تشعب محمد بن سلمان برا حاول يقنع بنفس طريقة خاشقجي حاول يقنع تعال نتكلم ونتفاهم تعال نفاهم وندري إيش لأخيره وأرسل له مرأسيل كثير ما طبعا خائي يعني يدري ذكي يعرف أنه سيبطش به فسجن الأبن والبنت وسجن نسيبة سجن نسيبة وعذوها تعليم شديد وسؤل سؤل نسيبة نسيبة يعني زوج بنته زوج بنته سؤل يعني من الذي يأثر أكثر يخاف عليها أكثر حتى نسجنه وأنه أكذبه أكثر فهو مشكلته مع محمد بن سلمان فقط ما عنده مشكلة ومشكلته يعني محدودة في إطلاق صراح ابنه وبنته ونسيبة بدليل أنه تعامل معه في 2014 هذه من الأمور اللي صرح فيها أثناء أي صرح فيها أثناء المقابلة أنه تعامل مع محمد بن سلمان في 2014 وطلب منه 2014 كان السلام محمد بن سلمان لا قبل قبل أنه كان لما كان أبوه له شان ولي عهد كان عبد الله مريض فصار آه بالفترة الانتقالية لا ولذلك هو يقول هناك كان يريد قتل الملك عبد الله بهذه الفترة يقول أن محمد بن سلمان في المقابلة بالمناسبة للمقابلة حتى التوضيح فقط هي مع القناة الأمريكية سي بي أس 60 منتس 60 منتس المهم الرجل ليس معارف مشكلته شخصية جدا يريد أن يطلق صراحة ولو قال لها محمد بن سلمان طلع أولادك تقد يقفل الموضوع ويروح البيته ويروح البيته في كندا وسكر باب وينهي الموضوع بالكامل والدليل أنه جاء خروجه جاء متدرج يعني كان يفاوض بطريق غير مباشر يعني هذه أول مرة يخرج فيها في اعتقادي بشكل مباشر وحاول يبتز محمد بن سلمان وبقناة مشهورة بالدعوة والبرنامج هو الأشهر هو طلب طبعا طلب من كل القنوات ورفض لأنه هو لسببين سبب الأول كان لا يريد أن يحرق الأوراق لأنه كان يريد أن يكتفي بالدعوة التي رفعها والسبب الثاني أن هناك ثقافة في المؤسسات الأمنية العالمية أنه يجب أن تحترمنا يعني ما تطلع إلا بتنسيق معنا أسوأ الخطاب اللي استخدموا في المقابلة يدل على أنه فقد الأمل نهائيا نهائيا طب كان عنيف هو استخدم بالمناسبة خطابين الخطاب الأول موجه للأمريكان أرجوكم قوموا بالضغط على النظام في السعودية لإطلاق سراح أبنائي لاحظ لإطلاق سراح أبنائي ليس لإطلاق سراح المعتقلين ليس للدفاع عن الحقوقيين ليس للدفاع عن العلماء الذين في السجون ليس للدفاع عن أي شيء حقوقي هو مشارك في هذه الجرائع هو مشارك في هذه الجرائع بطريقة مباشرة وغير مباشرة إذن الخطاب الأول كان للأمريكان اضغطوا على النظام من أجل إطلاق سراح أبنائي أنا لا أكترث بشيء إلا لإطلاق سراح أبنائي ولذلك لا يمكن أن نصنفه كمعارض الخطاب الآخر هو خطاب موجه للنظام وتحديدا لولي العهد محمد بن سلمان مفاده أنا أملك تسجيلات وأنا أملك فيديوهات وإذا لم تفعل أو لم تستجب ربما للضغوط الأمريكية القادمة سأكون بعض ولذلك لم يحرق الأوراق وباقي هذا الفيديو لم ينشره أسهل على أن يلوي به ذراع محمد بن سلمان إيش يعني بده يكون فيها أكثر من أنه محمد بن سلمان ثبت أنه قتل جمال خاشقجي وقطعه ومثل بجثته يعني إيش بده يكون فيه أكثر من ذلك أكثر من ذلك التخطيط لاغتيال الملك لا لا يختلف حينما ترى حتى روايتها الآن لا تؤثر مثل تأثير لما يطلع فيديو حقيقي بالصوت والصورة يقول نجيب خاتم من سلمان هذه علاقة بروسيا خلف الكواليس هذا السم لا تمتلكه إلا الحكومة الروسية يعني هو يأتي بهم من وهذا هو تقريبا السم اللي يستخدم في قتل معارضين روس أو منشقين روس هنا في بريطانيا فهذا كذلك مما يغضب الأمريكان مؤسسة أمريكية هذا الرجل من ورانا يتعامل مع بوتن تعامل خاص يجيب منه حتى السم الذي لا يتمتلكه إلا روسيا المهمة المقابلة قوية والدليل أنها قوية أنه الدباب الإلكتروني والإعلام السعودي شن حملة على الجبري وعلى أمريكا الحملة أصلا استبقت المقابلة عن طريقة السفارة السعودية هم أعلنوا أن الجبري لا يملك أي موثوقية والرجل هارب بسبب ملفات فساد ونحن نطارده بسبب ملفات فساد بعد المقابلة شن وحملة وغرف الكلاب هاوس وغرف المساحات امتلأت بسبب الجبري وأنا شخصيا حين علقت على الموضوع جاني سيل أنا بلكت حوالي سبعين شخص أمس جاني سيل من السبابين والشتامين مع أنك معتاد عليهم أنا معتاد عليهم لكن مرات يزيد عدد البلوكات حسب الموسم إذا ازداد معناها فعلا القضية مؤلمة لهم المهم أن الحديث عن السم هذا والحديث أن محمد بن سلمان سايكوباثي كوننا نحن نقول سايكوباثي هذا معارضة لكن الحملة يقولها شخص من داخل النظام وفي قناة ضخمة مثل هذه أبلغ وكذلك حديثه عن خطف الأمرة حمله مسؤولية خطف الأمرة جريمة شبيهة بجريمة الخاصة تحصل على الأراضي أوروبية من ضمن النقاط ربما تكون المضحكة والطريفة في المقابلة شاهد المقابلة مرتين تقريبا هو تقريبا أثنى على محمد بن سلمان من حيث لا يعلم لأنه ذكر في سياق الحديث قال أنه الفساد آنذاك كان تقريبا مسموح به بعكس الآن هذا لتبرير لأنه متهم في كندا هذا تبرير للمال الذي حصل لا ما قال لأكس الآن لكن هو قال أن الفساد آنذاك كان الشيء يعني ربما لا ما قال قال من أول على طول مدة الدولة ما قال آنذاك قال طول مدة الدولة الفساد ولا يزال مسموح فيه أنا محمد بن سلمان ما أعطي تركيا للشيخ وبدر العساكر وسعود القحطاني واثنين آخرين ما أعطيهم شيء مفتوح يصرفون ما يريدون لأنفسهم ولغيرهم شيء مفتوح حقيقة لا ولذلك قاعدين يشتروا في كلوبات بعشرات الملايين من الدولارات أو أكثر بمليارات لا 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 هو كان ذكر نقطة أخرى أيضا مهمة وهو في قضية تبريره لأنه هو متهم تم تجميد الأموال في كندا يعني القضاء الكندي جمد أموال الجبري لكن قال أنه أيضا كان يريد اغتياله كما قتل جمال خشقجي وأن الفريق وصل بعد أسابيع من مقتل جمال خشقجي في نهاية أكتوبر يمكن فكان ثم الشيء اللي لاحظت هنا هو لجوء يعني لحد أحيانا كان مسيء إلى الأمريكان بهذه الطريقة أنه يريد تبتل تبتل هو عنده أصدقاء هو في المؤسسة الأمريكية لا طبعا اللي ناقش مع الصحفي المسؤول CIA هذا وكان يبدو أنه كان مسؤول أثنى عليه وجهوده أثنى عليه بشكل كبير جدا حماية أمريكا بشكل كبير جدا بس كان متحفز لأنه لو لاحظ لما نسألهه هل الشعب الأمريكي مدين لوبشي قال نعم مباشرة لا هو قال ما الشعب الأمريكي قال CIA قال أما الشعب الأمريكي فلا أعرف أنا لما سمحت العبارة يعني الشعور اللي جاني معناها أي شي طبيحت الأشياء الهو مدين بيها لا 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 أنا أقول كلمانا لأنه لما تقول الشعب الأمريكي ما عندها تبعات السياسية الخاصة بال لا بس ممكن تفهمها فهم آخر أنه فعلا لا يمكنه أن يقيس ماذا كان ذلك يعني بالنسبة للشعب الأمريكي بعمومي هذه النقطة لكن جهاز المخضرات هذه السياسة غاربية يتكلم بلغة باسم الشعب الأمريكي ما يستطيع ما هو من حقك أنت تقول الشعب الأمريكي لكن هذا جهاز هو جهاز يتعامل معه وكان في عطيم يعني عنده القياس في موضوع CIA ضابط CIA عنده القياس أن يقول بأنه نعم قدم لنا خدمات وخدمات كبيرة جدا إلا أنا يقول الشعب لكن قال أنه منع في الشعب الأمريكي قال منع قتل أمريكيين داخل أمريكا صحيح وهذا بالتأكيد طريقة غير مباشر مدينة حتى أيام ترامب في ناس من المخابرات الأمريكية من الإدارة السابقة ومن اللي كانوا شغالين قالوا يا جماعة هذا صاحبنا هذا الرجل تعاون معنا كم أنقذ من حياة الأمريكيين وكم ساهم في الحرب على الإرهاب وكانوا معجبين فيه يعني هو على مستوى المستوى الكمنيكيشن الاتصال والفهم والتناغم على مستوى الأمريكان يعني الشخصيات الأخرى السعودية مثل الهويريني وما غير اللي الآن يدير مخابرات السعودية يدير الأمن الوطني مستوى ما يجي ولا ربع لأنه يحتك بالمؤسسة الاستخباراتية الغربية بالإضافة لتأهيله وبالإضافة لذكاءه أيضا نقطة في غاية الحساسية أيضا في المقابلة هذه المقابلة جرت بعلم من الـ CIA هذه النقطة أيضا ذكرها أبو عثمان جرت بعلم الـ CIA بمعنى أنها جرت بعلم ربما الـ CIA لو لم توافق الـ CIA ربما ما جرت قصد موافقت نعم نعم وهذا يعني أنها بموافقة من البيت الأبيض وهذا يعني أن هناك شعور حقيقي بالتململ من سياسات النظام الحالي في السعودية من قبل البيت الأبيض لكن هذا دائما كان خاصة مع الفريق الجديد هذا صحيح مقارنة مع ترامب هذا الفريق أبدى تململه أبدى انزعاجه هنا أو هناك من أيام الحمد الانتخابية مناجمنت يعني هي قضية إدارة للنظام السعودي ولبن سلمان لا يريدون الإطاحة بنظام السعودي هم يعرفون أنهم مستفيدين جدا بوجوده وأعتقد أن حتى بن سلمان لا يريدون فقط عقلنته يعني هو داخل في عمليات أحيانا لا هم مدركين عندهم خصائيين هم مدركون أنه لا يمكن عقلنا تحترجل لكن مشكلة بايدن أنه انشغل بالكورونا بالصين وانشغل بالصين وإلا لا زاحت الانتخابية لكن تعتقد أنهم مرتاحين لزاحته في نهاية المطاف هو يقدم أيضا أشياء كانت دائما مطالب للقوى الغربية وهي هذا مثل عمليات الانفتاح نعم هذا الانفتاح الرهيب هذا الانتلاب الرهيب اللي وقع مرة ترجم دراسة أبو عثمان لشخص مسؤول سابق في CIA كان رأيه وهذه كانت الدراسة قبيلة استلام بايدن للإدارة الجديدة كان رأيه في الأمر أنه بالرغم من الإحراج الشديد الذي يسببه محمد بن سلمان للولايات المتحدة الأمريكية أن الأمريكان لن يقدموا على خطوة بالتدخل لاستبداله أو تغييره أولا لأنهم يخشون من تداعيات فشل مثل هذا الأمر وثانيا لأنهم ربما قد لا يملكون بديلة الأدوات اللازمة أدوات أدوات كلفة التغيير قرأت الرسالة ترجم تهاند قرأتها ما هي دقيقة فيها شب الأمريكان لو يريدون شألوه لو يريدون نعم ولذلك نحن نقول أنهم لا يريدون لا لا سأل لا لا مو يريدون مشغولين صدق لمشغولين يعني يحتاج إزاحته وتحتاج التركيز لو هي منهم كلاب عسكري لا منهم كلاب لو أجبروه هو غيب كل شخصيات الأسرة ما خلاش حدا هو يعني هو ترك من يوالونه صدقني ما يحتاجون بس يجبرونه على طلاق صراح أحمد ويعطون أحمد حصانة يسقط محمد مسلمان ولذلك لن يطلق صراحه بس يستطيعون لو أرادوا لا 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 يستطيعون ما يبسهل أصلا هو في السنة الثانية أو الثالثة أحمد كان بيسافر إلى المغرب أو إلى دولة أخرى كان موجود حتى هنا في بريطانيا قبل أن يعود وجد نفسه ممنوع من السفر التصارب السفيري أمريكي سفيري أمريكي يكلم محمد سلمان قال رفع الحضر رفع الحضر فورا سافر لا يحتاج شيء لو لصين وكورونا ومشاكل أخرى أمر فيها بايدن صدقني قضية ليست أولوية الآن لو كان أولوية لا أزيحها بسهولة بالغة لكن هل هذا الطرح أن والله الأمريكان مشغولين بمحاربة الصين ومشغولين بكورونا هل ينسجم مع الحملة الانتخابية التي قادها بايدن المملكة العربية السعودية دولة معزولة ويجب التعامل معها في الحملة كان شديدا على السرعان رأيناها ترجز صغير من حملة ضخمة لأننا مهتمين بقضية حمد سلمان نظن أن هذه العبارة التي قالها أنها كل الحملة لا بس تكرارة هذه العبارة صغيرة قالها على مدى ستة أشهر لم تكن وحيدة يعني هو ثلاثة ثلاثة سأقدم القتل الحقيقيين للعدادة هو كان عليه ضغط كان عليه ضغط من تيار قوي في داخل حملته أنه هذا الأمر هذه الجريمة التي ارتكبها محمد بن سلمان لا بد أن يعاقب عليها وكان يحاول أن يتجاوب مع هذا التيار تيار عريض تيار اليساري موجود أنا أعتقد أن هناك انقسام داخل الإدارة الأمريكية في النهاية ربما الرئيس بغيدن هما كالعادة دائما هناك الرئيس يفصل في النهاية يعني هو هو الحكم في الأمر لكن أعتقد صح بس بهذا بناء على حسبة وذلك صاحب الدراسة هذا اللي كتبها هو استنتج بأن المخاطر مخاطر محاولة التدخل للتغيير كبيرة بالضبط والأمريكان هكذا يعملون يحسبوها يعني مش داما هم صحيح حسبتهم لكن هكذا يحسبون فيها مخاطر بس يطلق سرحم أحمد ويحطونا حصانة فيها مخاطر أعتقد أن هناك جزء من مخاطر لكن ربما الجزء الآخر أيضا أنه يقدم أيضا خدمات يريدونها يعني طبعا وهو ضعيف ممكن فيمكن استغلاله أكثر قضية الانفتاح هذا الرهيب الانقلاب على في المجتمع السعوبي أنا أتفق أكثر مع هذا قضية قضية تدخل في قضايا أقليمية كما يريدونها قضية الضغوطات اللي أحيانا تحدث بالعكس هم أحرجهم في اليمن تدخل في اليمن أحرجهم في اليمن ولكن يساعدهم في مصر يساعدهم في السودان لا ليست موجودة المساعدات التي قدمها عبدالله أكثر مساعدات القدمها مع محمد السلم كمية الأموال التي قدمت لمصر لا طبعا لكن عبدالله عبدالله طبعا قبر وهو ليس لديهم الآن واحد في مثال عبدالله لا يوجد فرق بين ما يقدمه آل سعود قبله محمد بن سلمان للمصلحة الساعة أبو أثمان هذا محمد بن سلمان يسبب لحلفاء السعودية في الخارج إحراجا كبيرا جدا مع شعوبهم طبعا القضية انفضحت قضية جمال خاشخجي هذه قضية ليست سهلة ليست فقط قضية اليمن قضية جمال في اليمن أيضا هناك مشكلة أكبر قضية معتقلين والمعتقلات قضية التبذير الهائل للأموال قضية العلاقات مع الروس أيضا من الخلف ومحاولة استخدام الورقة الروسية أو الصينية شوف اسمع هذا الرجل لأنه سايكوباثي أمريكا تخاف أنه يقدم على تصرف يضر مصالحها هما هم بالعكس الـ CIA والمؤسسة الأمريكية لا تريد هذا الانفتاح الفائل لأنه تريد شيئا من الشرعية الدينية التي تتلاعب بها الحكومة السعودية بالعالم الإسلامي تريد أن تبقى السعودية مظهر مظهر يحترم الدين حتى تتمكن من خلالها تحييد العالم الإسلامي فليس صحيحا أن الحكومة الأمريكية مسرورة بهذا الانفتاح لا ما أظن بهمهم هم هذا قضية التغيرات الاجتماعية هذه ليست من أولوياتها بالعكس كانت الدولة السعودية في قمة فيما يسمى الوهابية وتقدمهم كل ما يريدون هم ربما يعولون على الزمن يعني يعولون على أنه كلما تباعد الزمن عن بعض الجرائم التي تنسب إليه فهذا يخفف الحرج عنهم ما هي حرج ما هي قضية حرج هو خوف خوف من أن يقدم على تصرف مثل العلاقة مع الروس يعني أنه يعمل عمل مع الروس و يفاجئهم ثم يجدون أنفسهم مضطرين يعني يتصرف تصرفا سريعا فيه مخاطرة مثل ما عمل فيه مع قطر يعني عندما كان إمكانية الدخول إلى الدوحة كانت على الأبواب يعني هو بن زايد يعني كان لو لا أنا أعتقد أن الدور التركي كان حاسما لكن الدور الأمريكي ربما كان أقوى أيها موادات ترامب أعطاره الضوء الأخضر إيه لو لا أن ترامب أعطار الضوء الأخضر لما أخدم عليه لكن الإستابليشمنت هي التي أوقفت هذا الضوء الأخضر يعني وزير الدفاع و كان جيتس أنا ذاك و سياي آي هم الذين أوقفوا هذا الضوء الأخضر الأمريكي وثم جاد الدور التركي الذي أيضا لعب دور رئيسي فنعم صحيح سايكوبات يقدر يقدم على أي شيء هذا بكل تأكيد لكن أعتقد أنه يقدمهم بعض الخدمات الآن بالسياسة الخارجية هو متوافق مع السياسة الأمريكية أكثر من أي وقت من النضاء حتى الملف المصالحة مع إيران أمريكا تريد ذلك لا هم اللي أمروه مصالحة هو صحيح ما يريد مصالحة على إيران هذا هو فيه الآن توافق مع إيران مع سوريا مع بشار مثلا ترامب لا يمثل أمريكا المؤسس الأمريكية لم تقبل بحصار قطر ولم تقبل بحرب اليمن ولا باعتقال الحريري أين هي السياسة التي توافق السياسة الأمريكية الرجل يتخبط ويحرج الأمريكان ليس فقط في قتل غزقتي الآن السياسة الخارجية السلوية الآن تعتبر الحرب اليمن خطر قومي عليها حرب اليمن وذلك هو يريد أن ينهي الحرب اليمن يريد أن ينهي الحرب هو الآن يناشد الحوثيين أن يقبلوا فهم فهم ويتواصل مع الإيرانيين ويتواصل مع العراقيين يعني يعيد إقامة الجسور كل ما عمله كان ضد السياسة الأمريكية ولولا وجود ترامب لابطش به من قبل أمريكا من زمانه لكن ترامب أعطاه غطاء خرافي لأنه استفاد منه وديا طيب ذهب ترامب وجاء بايدن بايدن الذي يمثل العكس للتجربة الترامبية في السياسة الأمريكية ماذا قدم بايدن؟ حتى رفع الغطاء عن التقرير الاستخباراتي الذي يتحدث عن مقتل خاشقجي كان مليء بالعبارات الفضفاضة لم يشير صراحة إلى أي شخص إلى أي مسؤول هذا هو التقرير كذا طيب هل تمسح منه بعض الجمل أم لا؟ هل السي آي اي لا تملك أدلة كافية تدين فيها كل ما يسمح لا بلا التقرير تبعهم هو تقريرهم يدينه لكنهم ما خرجوا التقرير هو التقرير الذي لم ينشروه لم ينشر هذا فيه كلاسيفيكيشن ما لا علاقة مع محمد مسلمان كلاسيفيكيشن أمني لا نشروا نشروا الجزء المسموح من نشره نشروه كامل